أحسن الله إليكم وبركة فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ كنت ألعب مع أشخاص لعبة البلوت وحدث بيننا زعل على الورقة وحرمت ساعة زعل بأنني لا ألعب مع أي شخص منهم ثم رجعت أن ألعب معهم ماذا يلزمني مأجوري لعب البلوت لا يجوز لأنه له وأيضا يحصل به ما ذكره السائل من الحزازات والغضب بعضهم على بعض فلا خير فيه يتجنبونه وإذا حرمه أو حلف لا يفعله ثم عاد إليه أنه آثم وأيضا يكون عليه تفارة يمين يكون عليه تفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقب أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام نعم